هذا الحدث الهام والفريد بمناسبة استعادة التبوت الأخضر تلقى الخطعة الأثرية الهامة التي تعاوننا مع أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية باستعادتها بعد جهد دقوب استمر لعدة سنوات قد دافرت جهد الدولة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية وبعثتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة الأمريكية ووزارة السياحة والأثار ومكتب السيد النائب العام من أجل استعادة قطعة ثمينة من تاريخ مصر وهو الأمر الذي يؤكد التزام الدولة المصرية وتمسكها باستعادة أثارها التي خرجت بشكل غير شرعي إلى الخارج باعتبارها جزء يصيلا من إرثها الحضاري الذي لا يقدر بثمن فهي شهادة على حضاراتنا التي ما زالت تبهر العالم كل يوم مع كل اكتشاف أثري جديد وكل فتعة تبرت أو صغرت هي جزء من تاريخ وهوية مصر والمصرية سيدات والسادة أن استعادة التبوت الأخضر وعودته إلى أرض الوطن تبثل حلقة جديدة تسلسلة نجاحات وكوزانة الخارجية بحماية إرث مصر الحضاري ونعكاسا لرغم التعاون التي جمعت مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال حماية المتلكات الثقافية وإستعادة الأثار المهربة وهو التعاون الذي تم تعزيله بالتوقيع على مذكراته تفاهم في عام 2016 و2021 لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات التعافية ووضع إطار قانوني لتعاون في هذا المجال وهو ما كان له عظيم الأثر في تكثيف وتسريع وطيرة عمليات استعادة الأثار المصرية التي خرجت بطريق شرعي إلى من الولايات المتحدة الأمريكية كانت مصر من أوائل الدول التي صدقت على اتفاقية لهاي لعام 1954 واليونسكو لعام 1970 لحزر ومنع نقل واستيراد الممتلكات الثقافية بطريق غير مشروع كما حرصت مصر على إبرام الاتفاقيات الثنائية مع الدول الصديقة لحماية التراث الثقافي والآثري بما يسهل من إجراءات الخاصة بعملية الاسترداد مع العديد من الدول كما أننا بصدد التوسع في توقيع تلك الاتفاقيات التي من شأنها تسهيل عملية استعادة أثارنا المنهوبة من الخارج وقد كان من نتاج ذلك أن نجحت مصر على مدار الأعوام العشر سابقة في استعادة العديد من القطع الأثرية المهربة والتي يقارب عددها 29.300 قطع أثرية سيدات والسادة أن مصر تولي عظيم الاهتمام باستعادة كافة الأثار المصرية التي تم تهريبها إلى الخارج خاصة وأن لنا سبقا في الاهتمام بالحفاظ على التراث الثقافي العالمي فالأثار المصرية ما هي إلا جزء من المنظومة الأوسع للإرث الثقافي والحضاري للبشرية مما يحتم علينا جميعا تكثيف التعاون للحفاظ على هذا الإرث ومن هنا أود التأكيد على التوجيهات الدائمة الصادرة لبعثاتنا الديملوماسية والقنصلية في الخارج لإلاء أكبر قدر من الاهتمام لهذا الملف ومتابعت وملاحقة أي عمليات اتجار في الأثار المصرية المهربة والتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارة السياحة والأثار المصرية ومكتب السيد المستشار نائب العام بالإضافة إلى وزارة الداخلية لتوحيد وتنسيق الجهود الوطنية لاسترداد تلك الأثار إن تلك الجهود التي تؤتي ثمارها بوتيرة سريعة في الفترة الراهنة تزيد من عزيمتنا على المضي قدما في هذا الطريق سعيا من جانبنا لاستعادة كافة الأثار المصرية المهربة كما إنها تزيد من إصرارنا على التنسيق مع شركاء مصر لتبادل المعلومات وتكثيف التعاون بشأن عمليات التهريب والاتجار غير المشروع في الأثار في الختام أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة السياحة والأثار ومعالي الوزير ومكتب السيد النائب العام والسلطات الأمريكية للتعاون المثمر الذي أدى إلى النجاح في استعادة هذه القطعة الهمة من الأثار المصرية إلى أرض الوطن شكرا لكم معالي الوزير بسم الله الرحمن الرحيم معالي وزير الخارجية السفير سامح شكري معالي قائم بأعمال السفير الأمريكي دكتور مصطفى وزيري السيدات والسادة الحضور صباح الخير عليكم جميعا وكل عام وحضراتكم بخير أتمنى أن يكون هذا العام مليئا بالخير والرخاء والتقدم لكل الإنسانية بداية أن أتقدم بالشكر لمعالي وزير الخارجية على استضافته لنا اليوم في هذا الحدث الهام أن الدولة المصرية ومؤسساتها تولي اهتماما بالغا بالحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري وتبذل وزارة السياحة والآثار بتعاون مع وزارة الخارجية المصرية جهودا حثيثة لاسترداد كنوزنا اليوم نحن هنا في وزارة الخارجية المصرية مع معالي وزير الخارجية لنؤكد على رسالة هامة وهي أن الدولة المصرية لن تتهاون لن تتهاون ولن تتوانى عن بذل أي جهد من أجل استعادة آثارنا التي تم سرقتها أو التي تم تهريبها نحن اليوم بصدد استلام قطعة آثارية هامة كانت قد سرقت وتم تهريبها من مصر منذ عدة سنوات إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومع تضافر الجهود المصرية والدولية والسلطات الأمريكية وبعد تحقيقات استمرت أكثر من عامين نجحنا في استردادها لقد عانت مصر في فترات سابقة من عمليات نهب لتراثها الثقافي والأثرية وهو ما دع الحكومة المصرية لاتخاذ خطوات جادة وملموسة في حماية الممتلكات الثقافية والعمل على استردادها واسترداد ما تم تهريبه إلى الخارج ولأن حماية الممتلكات الثقافية هي إحدى أهم أولويات الحكومة المصرية فقد أفرضت دستور المصري ثلاثة مواد حول حماية الآثار ومنع التعدي عليها واسترداد ما تم تهريبه ولقد قامت مصر بالانضمام والتوقيع على اتفاقية اليونسكو سنة 1970 لمكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية كما تم عقد عدة اتفاقيات ثنائية في مجال استرداد الآثار ومكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية مع العديد من الدول ومن أهم هذه الاتفاقيات اتفاقية التعاون الموقع ما بين الخارجية الأمريكية والخارجية المصرية سنة 2016 كما ذكر زميني مع الوزيخ خارجي والتي تم تجددها لمدة خمس سنوات في نوفمبر 2021 تم على اثريها استرداد العديد من القطع الاثرية الهامة ومنها التابوت الذهبي للمدعو نجم عنق عام 2019 أتمنى أن أكون أريد اسمه أحد دبطر مصطفى وما يزيد عن خمس سلاف قطعة أثرية متنوعة عام 2021 وآخرها ما نحن بصدد استرداده اليوم وهي 17 قطعة أثرية متنوعة ومن بينها تابوت أثري هام وانتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لوزارة الخارجية المصرية ومكتب المدعي العام لمدينة نيويورك والسفارة الأمريكية في قاهرة والإدارة العامة للآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار على الجهد المبذول لاسترداد هذه الكنوز الآثرية لقد استطاعت مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية وعلى رأسيها وزارة الخارجية المصرية التي نحن في رحابها اليوم ووزارة العدل ووزارة الداخلية وكافة الجهات الأمنية والرقابية وشركة السياحة والآثار في استرداد العديد من الآثار التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة ففي السنوات الأخيرة تم استرداد 29.300 قطعة من عدة دول عربية وأجنبية فعلى سبيل المثال نجحت مصر في عام 2021 في استرداد 53.000 قطعة أثرية وفي عام 2022 استردت مصر أكثر من 110 قطعة أثرية من نيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها اسمحوا لي مرة أخرى أن أتقدم باسمي وباسم وزارة السياحة والآثار بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى وزارة الخارجية المصرية ممثلة في سفاراتها بالخارج للجهود التي تقوم بها في هذا المجال وإلى سلطات الولايات المتحدة الأمريكية والسفارة الأمريكية بالقاهرة وإدارة حماية الحدود والجمارك الأمريكية على الجهد المبذول في منح دخول أي من الممتلكات الثقافية المصرية إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذة لمذكرة التفاهم بين الحكومتين المصرية والأمريكية وختاماً أحب أن أؤكد على أن وزارة السياحة والآثار من خلال الإدارة العامة للآثار المستردة مستمرة في حماية آثارنا بكل جد لاسترداد الكنوز المصرية التي خرجت من البلاد بطرق غير شرعية فآثارنا هي إرثنا وتاريخنا وحضارتنا التي يجب أن نحافظ عليه أشكركم شكراً جزيلاً ومرة تانية كل ساون طيبين شكراً جزيلاً قبل أن نبدأ في إجراءات المحضر تسليم التابوت من وزارة الخارجية إلى وزارة السياحة والآثار سوف نفتح المجال سؤال أو اثنين للسادة الوزراء لمن يرغب السيد شريف عبد الحميد من الجمهورية سؤالي لمعالي الوزرين بيشمل ثلاث أجزاء يعني الجزء الأول ما هي آلية استرداد القطع الأثارية من الخارج وأيضاً هل تم استرداد قطع أثارية من الولايات المتحدة الأمريكية في العام الماضي 2022 وهل هناك مفاوضات أو تفاوض جاري مع دول أخرى لاسترداد قطع أثارية شكراً لحضراتكم تعالى دكتور مصطفى وزيري مش كده بسم الله الرحمن الرحيم نيابةً عن المجلس الأعلى للأثار أوجه الشكر لمعالي وزير الخارجية أوجه الشكر لمعالي النائب العام أوجه الشكر في الحالة دي للجانب الأمريكي على وقفتهم معنا والقائم بأعمال السفير الأمريكي هنتكلم كلمتين بعد إذن حضرتكم على التابوت أو غطاء التابوت اللي قدامنا ده ده غطى تابوت غطى تابوت واحد من أضخم التوابيط بنتكلم على اتنين متر أربعة وتسعين سنتي طول فعرض ما يقرب من تسعين سنتي يدعى ويسمى بالتابوت الأخضر ليه الأخضر؟ عشان الوش اللي مخدر ده قصته من ضمن قصة كبيرة معالي وزير الخارجية معالي النائب العام مع صفراءنا في الخارج بيشتغلوا على القضية الكبيرة ومش هنتكلم في تفاصيلها احنا بنجد كل الدعم من معالي السيد الأستاذ الدكتور أحمد عيزة وزير السياحة والآثار والتنسيق الدائم والمستمر مع إدارة الآثار المستردة زملنا شعبان عبد الجواد فيه كام نصوص مكتوبة بيكلم على إن الراجل ده كاهن أغلب الظن عنخ إماعت الاسم اللقب فيه حتة متكلة فيه عايزة دراسة إلى حد ما سمك التابوت كبير جداً مما دفع لصوص المقابر إنهم يسرقوا اللد الغطة بدون البيز القعدة من الأغلب الظن إنه التابوت ده كان جواه تابوت أصغر على مدار السنوات الماضية عملنا حفاير كتير جداً التوابيت اللي بتبقى ضخمة بالشكل ده بيبقى جواها تابوت أصغر لأنه ما فيش ممية متين وتسعين سنتي متوسط حجم التوابيت الخشبية بنتكلم على رفلي اتنين متر تقريباً حتى لو كلمنا على ممية مية وسبعين مية ومية وخمسة وسبعين ففيه السكنس إحنا الصبح أنا وشعبان عدنا نقيس السكنس بتاع السمك التابوت في أحد الجناب هنا بنتكلم على 13 سنتي و13 سنتي وتحت الأكتاف وصل لغاية عشرين لا واضح تماماً إنه ده كفر لتابوت آخر جواه ثم التابوت الآخر اللي جواه جواه الممية طيب هل عندنا توابيت ضخمة بالشكل ده؟ أه طبعاً تابوت أحمس نفرتاري في المتحف القومي الحضارة المصرية بنتكلم على ثلاثة متر وشوية إيه حتب وصل لثلاثة متر تقريباً لا لا ده فيه توابيت ضخمة آه بس بنتكلم على توابيت ملكية وتوابيت أفراد ده تابوت أفراد ما كانش يبقى كده إلا إذا كان جواه تابوت تاني طيب لما ده الغضاء واضح إنه لصوص المقابر واضح إنه لصوص المقابر شافوا إن ده سهل إيه لحد ما مع العلم إنه وزنه ده مش أقل من خمسمائة كيلو الوزن ده مش أقل من خمسمائة كيلو بالسوق اللي التقيل اللي موجود فيه مبنى بالبيز كان يبقى شكله إزاي فمما دفع أغلب الظن لصوص المقابر إنهم يرسقوا ده يسرقوا ده أخف وزناً من البيز طالع من فين؟ أغلب الظن المكان ده بيرجع أولاً التابوت بيرجع للعصر المتأخر يرجع للعصر المتأخر ملامح الفن بتقول العصر المتأخر يعني إيه عصر المتأخر؟ يعني الأسر السبعة عشرين ثمان عشرين تسع عشرين ثلاثين بدايات البطلمي أغلب الظن بالشكل ده طالع من فين؟ طالع من منطقة مصر الوسطى منطقة مصر الوسطى يعني إيه مصر الوسطى؟ يعني بنتكلم مثل سي بني سويف إيه 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 حاجات كده طيب السؤال بتاع الزميل الفاضل هل في حاجات بترجع من دول أخرى؟ أطبعاً مع الوزير لما قال في سنة واحد وعشرين مرجعين خمس تلف وتلتمية قطعة كانت واضحة تماماً يعني إذن زي ما تفضل مشكوراً مع الوزير الخارجية وقال إن إحنا مش هنسيب حقنا ومش هنفرط في أي قطعة طلعت من مصر بطريقة غير شرعية لا طلعنا من دول كترة أو طلعنا من دول كترة وما زلنا هنطلع وفي قضايا لسه مفتوحة أنا بشكر الجانب الأمريكي تعاون غير عادي زي ما تفضل معاعل الوزير السيد الأستاذ دكتور أحمد عيسى وقال مع المدعي الأمريكي ودعي العام الأمريكي قال لا فيه تعاون غير عادي مع مكتب معاعل النقاب العام هنا في مصر مع آدارة تسمى إدارة التعاون الدولي بمكتب معاعل النقاب العام في حاجات تراجع من أمريكا في أمريكا في بلجيكا في أستراليا في أسبانيا في فرنسا في ألمانيا في إجلترا في 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 من كل دول العالم إحنا بتربطنا علاقات طيبة مع كل دول العالم لعودة ما قد خرج من مصر بطريقة وبأكد على كل ما دي تاني بطريقة غير شرعية فمصر مش بتفرط في أثرها وبنافع لكل المستحيل أن احنا برجع أثرنا للي طلعت بطرق غير شرعية شكرا فنم شكرا سؤال الأخير أستاذ سارة الشرقاني الدستور تفضلي سؤالي لمعالي وزري الخارجية سمح شكري عن حماية الممتلكات الثقافية لمصر ما هي الجهود على المستوى الدولي في حماية الممتلكات الثقافية خاصة في إطار يونسكو أو التعاون السنائي طبعاً الإطار القانوني لأشارة إليس سواء كانت تفاقية لهاي لألف تسعمائة أربعة وخمسين أو تفاقية اليونسكو لألف تسعمائة وسبعين هي اللي بتتيح استعادة هذه الأثار والتزام الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات بمراعاة التحري فيما يتعلق بالعمليات الاتجار في الأثار وضرورة أن تكون أي أثار مشروعة في إطار أي تداول تجاري بالنسبة لها وفي حالة عدم ثبوت هذه الأوراق الدلة على خروجها بالشكل شرعي فإنها بالتالي لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادتها ونستمر في الدفع بأولاً عقد اتفاقيات ثنائية مع عديد من الدول الصديقة للتعامل مع هذه القضية بيسر في الإطار القانوني المحلي وتتابع سفراتنا في الخارج هذا الأمر بكل دقة بالتعاون مع وزارة السياحة ومكتب النائب العام ويتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بعودة أي من الأثار المهربة بالإضافة إلى ذلك طبعاً في مجال عمل اليونسكو والقرارات الصادرة عن اليونسكو لتعزيز أهمية التنفيذ السليم للإطار القانوني الحاكم ولكن أيضاً المتابعة ووضع الأطر التي تعزز من التزام كافة الدول بحماية التراث الإنساني العالمي وأيضاً منع الاتجار في التراث الثقافي أمر مهم لأنه ما نتطلع به في مصر من حماية لهذا التراث ووجوده لاستمتاع والحفاظ على السمد الإنسانية الدولية له وما ننفقه من قامة المتاحف سواء كان متحف الحضارة أو متحف المصري الكبير وغير ذلك هو المكان الملائم لعرض هذه الأثار في موقعها الأصلي وتتاح لكل الزائرين للاستمتاع بها وتعرف عليها فنستمر في هذه الجهود سواء كان في اليونسكو في الإطار الثنائي ونتابع بدقة وبالتأكيد أن هذه الخضية بتأخذ أيضاً زخم ربما حديثاً كان هناك توجه إيجابي من الفاتيكان في إرجاع بعض الأثار التي كانت في حوزاتها ونأمل أن تحزو حزو الفاتيكان وهي مؤسسة دينية عريقة وتعمل وفقاً لمبادئ الإنسانية فنأمل أن تحزو دول أخرى ربما حصلت خاصةً على قطع فريدة ليست لها مثيل أن تقدر أن هذه القطع يجب أن تعرض في موقعها الأصلي ليس فقط بالنسبة للمصر لكن بالنسبة للدول ذات الحضارات القديمة التي خرجت لظروف متصلة بالتواجد الأجنبي على أراضيها لن أقول الاحتلال على أراضيها وما أتيح له لهذا الاحتلال من تعامل غير منضبط مع هذه الأثار مراعاة القيمة الإنسانية وعودة الأثار بشكل طوعي شكراً جزيلاً اسمحوا لي أدعو سيد سفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية أستاذ شعبان عبدالجواد رئيس إدارة مركزية للأثار والأصول المستردة للتوقيع على محضر التسليم الأثر شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً 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 لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم